موسيقى أهلا بيكو في فقرتنا الأسبوعية 8 صبح موتورز النهاردة هنتكلم على الإيرباك في العربية أهميته إيه بيعمل إيه إزاي تحافظ عليه وإيه مؤشرات اللي تقولك إنه بايز أو محتاج إنك تصلحه خاصة إنه في ناس كتير بتستسهل وما بتصلحوش أصلاً أعتقاداً منها إنه مش مهم أو نهم مش هتحتاجه خلوني الأول أرحب بيضفنا وزميلنا العزيز معتز عاطب خبير السيارات أهلا بيك يا مرحب صباح خير زيكي أهلا بيك زيكي أسماء الإيرباك طبعاً يمكن يكون في كتير من ما يعرفه بس في ناس عارفة معلومات مغلوطة خلينا نشوف الأول التقرير نرجع نعرف إيه هو بالتفصيل وإيه اللي بيحصل وإمتى بيتفتح وإمتى لا يلا بيه أميت الإيرباك عشان الحوادث ولقد الله في حادثة بتاع الإيرباك إلى حد ما بيحميك مهم عشان الصدمات بتاعة الحوادث والعربيات مش بالنسبة للسواء للركاب يعني عشان بيحوش الاكسدام لاي حادث ولا بتاع بيضطر في جسمي يخلي بالنو من الصدر يعني بتحميك من أي مخاطر ممكن تسبب لك حادثة في الطريقة ولا حاجة عليها لمبة شخصة وفي بلونة طرحة فلشة كده مش عارف شكل الكاسكت أحمر اللمبة بتنور بتاعة التبلونة لو مش شغالها أنا أعرف اللي هي في عربيتي أنا بالذات من تصنع بالكلاكس بيبعندك لمبة في التابلوب بتبين إذا الإيرباك قريدي شغالة ولا مش شغالة ما هي ما بيبانش على صاعة الحوادث بس هما مكمنين لبعض الإيرباك هيطلع لو إنت لابس حزام مش لابس حزام الإيرباك صاعة الحادثة هيطلع يعني مالهوش علاقة لازم تضبط الحزام عشان بس حتى الصدمة بتواش جامن عليك يعني اللي اتنين سيفتي اللي اتنين أمان يعني مالهوش علاقة ببعض بس اللي اتنين أمان يعني ما هو ما بيشتغلش الإيرباك اللي مع الحزام لا ما فيش لو قاعد بوضعية غلط في خطورة أعتقد لا لو مش رابط الحزام ببقى في خطورة لو رابط الحزام ممكن بقلل خطورة شوي مش في كل الحالات خلينا نشوف بقى ونعلق على التقرير اللي احنا شفناه رأك في اللون نسقي بالنسبة لإيه هو الإيرباك وبيشتغل إزاي طيب هو بس في أول واحد رد يعني اتفرجت على التقرير معاك يعني قال ان إلى حد ما لا هو مش إلى حد ما هو الإيرباك بيحمي بنسبة 60% من الحوادث أو من الوفاات اللي بتنتج بسبب الحوادث كده مش إلى حد ما لكي أبين في المية نحن كده متقطين كتير طيب إيرباك هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخدة أو ده بالشورة السهلة وبسيطة بتبقى في العربية في كذا مكان في العربية باختلاف أنواع العربيات بسبب عدد الإيرباك لأن كل من الإيرباك بتبقى عددها أكبر كل ما تكلفت العربية بتزيد بتراح من تملي كم ولا بيبقى مفتوحة؟ لا يعني الإيرباك ما بتضرب الواحدة عشان ترجعيها زي ما كانت بكل السيستم بتاعها بتكلف حوالي 18 ألف جنيه لا بكلم تم واحدة في العربية يعني بتبقى في الدركسيون بيبقى في الظهر بتاع الكورسي بوسي زمان كان فيه واحدة في الدركسيون من زمان قوي بعد كده بقوا اتنين دركسيون والجنب السواء وبعد كده بقوا أربعة وبعد كده بقوا ستة لغاية 18 إيرباك لا بدلوقتي بقى فيه إيرباك من الجنب بتفتح إيرباك في الدركسيون يعني إيرباك في كل حتة دي بسي دلوقتي في الكراسي في الببان في الأوايم بتاع الشحابات كلها في الطابلو في يعني خلاص كل حتة يبقى فندوق كامل تقريباً بيحاوط ببانيه إيرباك بتفتح انت فجأة لو نقدر له حادثة كبيرة قوي بتحس ان انت فجأة كده في حد حاوطك كلك من كل ناحية يفتح تنوم في نفس الوقت ولا حسب شدة الاستضام مثلا؟ طبعاً شدة يعني هي ليها حاجات كدير بس خلين أول نسأل على ناس الإيرباك هي نخدة بتفتح في وشي في حال اننا في حدثة أكيدة بتحصل استضام بسرعة اسمها سرعة توقف ديسليريشن سريع يعني أنا بقى بسرعة جداً فالعربية بيبقى فيها سانسرز وحساب بتحس ان احنا دوسي على الفرامل وانت فجأة في حاجة غلط بتحصل او استضام قوي جداً الحالتين بيفتحوا سواء مجتمعين او ملفردين اذا لو فتحت الإيرباك من غير استضام بس مجرد ان انت دست على الفرامل بشكل جامد ومفاجئ ده مش معناه ان هي فيها خلل؟ لا ما هو الديسليريشن اللي هو ان انت بتهدي وفيه استضام مش هينفع تبقي بتهدي جامد والإيرباك تفتح لأن انت ممكن كتير تبقي في مواقف انك تهدي جامد لكن لو الإيرباك فتحت من لا سبب اقدموك يبعيب صناعة وفيه شركات كتير كان بيحصل عندها المشكلة دي وكانت بتطلب العربيات ترجعها على اساس انهم يشوفوا ايه المشكلة دي لكن هو الطبيعي ان الإيرباك بتفتح تبقي منتخطية سرعة 25 كم تقريباً عشان يبقى فيه قوة استضام وسرعة توقف لكن لو سرعة توقف بس مش معناه ان الإيرباك هتفتح اما ينفعش انا ماشي على صورة 180 وفاجأ بحاجة قدامي ودوس فرام الجامد تروح فتح الإيرباك لا لا لازم يبقى فيه استضام في الموضوع ده من هنا بتفتح الإيرباك حسب مكان يعني انا لو انا مثلا الصدمة جاني من جنب الشمال وانا في العربية الواحدة وانا اللي ساي الإيرباك غالباً بتفتح اللي في وشي وبتفتح اللي في الشمالي ما بيفتحوش كل في العربية لكن لو العربية تقلبت وبقى فيه لخبطة فيه اكتر من واحدة يفتحه خصوصاً لو فيه حد جنبي لان كل شخص بيقعد على الكرسي بيبقى فيه حاجة سانسر بيحس ان هنا فيه شخص فالإيرباك من هنا بتفتح يعني لو الصدمة او الخبطة جات من ناحية اليمين وما كانش فيه حد راكب والسانسر بتاع الكرسي مش هتفتح غالباً مش هتفتح غالباً هتفتح بتاعة السواء بس لو صدمة جمدة بتبقى بيها حسابات كده حسب الكمبيوتر السانسر بتحس بالصدمة وتروح من دي أورده للكمبيوتر يفتح بس اللي في اليمين مش هتفتح لكن لو فيه حد في اليمين قاعد فيه سانسر في الكرسي بتحس بالوزن او لما بيبقى فيه وزن هو بالنسبة له فيه شخص قاعدينه او لحظة اللي بيبقى حاجة شمطة طقيلة بيبتدي يفتح لها الإيرباك عشان كده محش عشان كده مفيش أي حاجة مشروطة تحط في العربية خالص يمكن دي من مشاكل الإيرباك او المشاكل تعاملات الناس مع الإيرباك يعني انا شوفت تقريقاً احتمال او غالباً نا هي مش غالباً هي بنسبة 60 فمية دي نسبة عليها جداً الإيرباك بتفتح بسرعة من 100 إلى 220 كم بسرعة قوي فانتي بتبقي يعني دخلة على الحدثة وانتي بتخبطي هي خلاص فتحت يعني في حيش تحسي هي فتحت امتى فجأة بتلاقي في حاجة فتحت في وشك وبتحوطك من كل لحية بقي حد في التقرير كان بيقول انه لو انت قاعد في وضعية غير صحيحة ممكن تبقى الإيرباك خطر عليك يعني في ناس ممكن تكون بتقرب كورسي السواءة جداً هو ده جي بعد سؤال الحزام ايه علاقة الحزام بالإيرباك هي علاقة وثيقة كانت قبل كده أساسياً الحزام يبقى مربوط عشان إيرباك تفتح عن طريق حاجة اسمها كابل المفجر الحزام ما بيتشد جامد قوي في صدمة بيروح شادد معاه حاجة اسمها كابل المفجر بيروح فاتح الإيرباك لأقول ان الأنظمة دي بعض الأحيان بتفشل فبقوا شغالين بالأنظمة الجديدة اللي هي بتقول سانسوس في العربية بتحس أكتر يعني درجة احساسها أعلى بكتير يعني دلوقتي وأنا ماشي ولقدر لحظ الحاجة ومشربتها هتفتح عشان كده ناس كتير بيأتخيلوا انه هم أنا مشربة الحزام يعني تلاقي واحد قاعد حاطت ابنه على رجله وماشي وأقول له إيه ده يولي أقول له إيرباك هتفتح ممكن تتدايق ابنك أو تعوى يولي ده أنا مشربة الحزام فبحث أنه هو كده أولا ما كده أصلا ما يشيلش ابنه هو سيء أبدا لأن الموضوع ده تفتحل أصحل بتعد وراء الكل حاجة يعني ما هيش مظبوطة فهي الإيرباك هي علاقة وثيقة بالحزام أولا كانت زمان إما الإيرباك بتفتح أم طريق الحزام دلوقتي ما لقوا أن الموضوع ده بيفشل فبقية الإيرباك بتفتح في حال أن فيه حد قاعد مكان الكرسي على الكرسي والعربية مش إيرباك يليمين في بعض العربيات فيها سويتش ممكن تقفليها أو تقفليها وأنا في الحقيقة بشوف أن هذا خطر بس أخلى بالعربيات لا أعتقد بعض العربيات حديثة كلها لا بعض العربيات بيعملوا دي option يقول لك عايز تقفلها ليه عشان لو حصل استضام أمامي ما يفتحوش لتنين لو هو ما حدش ركب جنبه مثلا يعني بالنسبة أو مش مهتم باللقات جنبه برضو لا معنا نوعش نوكل فده فرق مهمة أوي هي بتفتح بسرعة جدا وتروح محوطاني وتفضى في ساعتها على طول لأنها خلاص يعني بعد مقدة الله عربية بتتخبت أو بيبقى في حدثة مجال ما هي بتفتح عن طريق غازات بتتفاعل مع بعض ايو حت لسه هقول لك بقى ليه ما بتفتح يعني هو ربنا يعافيك بس الوحدة عشان مجرم فيها بيطلع غاز خانق الحقيقة عشان هو أصلا أنا بحيث أن ده تسمم يعني تفاعل غازات مع بعض هو اللي بتعمل الانفجار الانفجار ده بيبقى غازات بتضخ زي هوا جنب تنفخ البلونة دي قدامنا تروح وقفها في الشنة ونفس البلونة دي فيها من وراء فتحتين كبار بيفضى بسرعة الغاز ده عشان خلاص يعني هو مش مفروض ان هي تفتح يعني هي مفروض تفضى وخلاص طب انت قلت طبعا ده دي كارسة دي جريمة في وجهة نظري اللي بيقعد طفل على رجله طبعا كمان مش حاطة الحزام دي جريمة يعني لازم يعاقب عليها القرور بس دي واحدة من الحاجات لا الرجالة بيعملوها أكتر شكرا يا سماء لا الرجالة بيعملوها أكتر شكرا أخيرا انصف للمرأة الولاد دايما مع الستات لا أقليم يقولك الستات اللي بيدل عباوي قعد كده هو سيء بابا ماما بتعملش كده ماما بتزعق واقعد وراء ومش عايزة اسمع لك سوء سألنا بس هكمل لك السؤال خلي عشان برضو ايه ما تزعلش الستات بقى بتقرب الكورسي جبا من الدركسيون وده برضو بيبقى خطر في حالة انه الارباك فتح ده استكمالا ليه ان هي علاقة وفيقة بين الحزام وبين الارباك ليه؟ المفروض ده بقعد قعدة مزبوطة ضهري مفروض ومسافتي بيني وبالارباك كويسة يعني كويسة يعني الستات اللي بيقربوا الكورسي بزيادة الارباك دي لو فتحت ايه يحصل؟ هتدايقها هتدايقها جامد يعني ممكن تكون ست ضعيفة يجرالها حاجة بس هتدايقها جامد يعني هو مفروض يبقى فيه مسافة كويسة ممكن تصل لدرجة انها تكسر الدلوع بصي هي الارباك دايما المسافة الامنة بالنسبة لي ان انا وانا ساعت يبقى درعاتي متنية مش الدرعات المفروضة تبقى متنية سنة عشان لما يحصل الصدام للارباك بتفتح ولو خطي بالك الصورة هي الارباك وبين ان الحزام مربوط وبين ان انا قاعد ضهري على ظهر الكورسي يعني هو محطش الارباك دس مش قاعد مستقيم قاعد كده لا هي الرسمة دي يعني تقريبية بس هو بيوريك هنا ان الحزام اهو انا رابط الحزام نعم بقى رابط الحزام ضهري مفروض على الكورسي فالارباك المفروض للشخصي يبقى قاعد بزاوية 45 زي ما هو في الصورة ولا زاوية 90 لا زاوية ابرائت اللي هي زاوية 88 لـ 90 لـ 85 يعني حسب بقى انت لمرتاعة بس تبقى درعاتك فيها سنة تانية عشان تبقى دين مسافة الامنة طايل الدركسيون متحكمة بأيديك الاتنين نفس رؤية الارباك لو فتحت انت فيه مجال فالستات اللي بتقرب الكورسي قوي دي عندها مشكلة جبيرة ستات اللي بتحط ولادها على رجلها اذا كان ستات او رجالة عزرا يا معتزر رجالة اللي بتحط ولادها على رجلها خلينا نفترض هوا ستات او رجالة هما للأسف بيعملوا ده لو القب بيدلع او لو ست لأ الناس اللي بتحط الكارسيت في الكورسي الامامي اللي جنبهم ده غلط جدا الكارسيت كلمنا عمتا عن العلاقة ما بين الكورسي بتاع الاطفال خصوصا ان هو بيقولك المفوض دي مش عارفة عيدل ازاي ما تحطش عيدل المقلوب مش احنا اللي في مصر رحطناها احنا في مصر بنحاول نلتزم بيها في الحقيقة بشوف ناس كتير بيلتزموا اياه الكورسي المفروض لغاية سن سنة محطوط وراء في الجنب اليمين مقلوب عكس اتجاه الكورسي بصص لوراء بصص لوراء ومربوط بالحزام يعني الطفل بصص للكنبة هو ظهره لازق في ظهر الكورسي بتاعه لازق في ظهر الكورسي فده اكتر حاجة اميرة بالنسبة له طول ما هو وزنه قليل لغاية سن سنة بعد كده اما بيبتدي وزنه يزيد بعد سنة تقدري تقليب الكورسي العكس وراء يمين كلام ده لغاية سن 11 سنة شمال اليمين اللي مش وراء اللي مش اي حط عشان انتي لو في اي حاجة يبقى ليكي اكسس ليه سهل او انتي تقدار يتنفي لغاية فيلغ فيلين ومد ايدك لو في حاجة كده لكن انتي لو راكي انتي مش شايفة ولا تقدار يتنفي لغاية فحنا بنظهر دايما على كل حاجة امنها للام وامنها للطفل بعد ما بنعدل الكورسي بنجيبه في النص الحزام اللي هو الصغير اللي في الكنبة طب بالنسبة انا هو ده كان سؤالي هو ما فيش ايرباك بتتحط يعني دايما بتلاقي فيه مخدعين مش بيقولوا عليها مخدع مخدعين في الخلف في النص ده ما فيش انا كنت مدخلة ان هنا بيبقى فيه كمان ايرباك هو في ايرباك في العربية الجديدة في كل حتة طيب مش ما دي لو حطيت فيها الطفل دايب انا دمرته هو مربوط في النص فالايرباك ما هتفتح الجنب الباب اليمين والشمال والكرسيين هو في النص هو محاط من الارباك مش هيروح في اي حتة هي فكرة ايرباك ان هي بتمنع استضام الشخص اللي قاعد جوه من ديركسيون زي ما قالوا في التقرير ان يخش في صدرك او لقدر الله دماغك تخبط في ايم العربية او في السقف هما دول دايما المشاكل اللي بتجيب نازيف اللي بيدي الى وفاة وهي عشان كده بيقوله هي بتحمي بنسبة 60% من اي حاجة لان انا لو تحركت جوه انا لو تخبطت في دماغ واحد قاعد جنبي هتحصلي نفس المشكلة فبتبقى في خطورة ان انت من ال ايرباك لو انت حطت مثلا علبة مناديل قدامك على التقلق او معلق حاجة في المراية او الحاجة هتخبط في وشك الحاجة اللي بحطوط فانت يختار بقى لو عايز علبة مناديل تخبط في وشك تبقى علبة مناديل يعني انا مبقى مش مسدق ان في ناس بتعمل كده بل بعكس في ناس بتلغي ال ايرباك يعني ييجي مثلا نقدر له ال ايرباك تفتح ويعمل حادثة يقول لك لا لا انا مش صلحها انا هسيبها كده وكأن ان ال ايرباك دي اغلى من حياته فلازم ينتبه ان هي بتحمي بنسبة 60% لغاية 60% بل تزيد فدي حاجة يعني ما هيش طبيعية فلازم نبقى منتبهين بفكرة ان فيش حاجة اسمها ايرباك تتلغي لمبة ال ايرباك بالمناسبة هي لمبة بتنور لان فيه ناس في التقرير مش عارفين ال ايرباك بتشتغل زي فيه وحد قال مرتبطة بالكالكس معلومة دي صحيحة مرتبطة بالكالكس لا ازي يعني مرتبطة بالكالكس مالهاش ارتباط بالكالكس بمعنى ان هو ما يدوس كالكس لا هو فيه حاجة في الدركس اسمها ستيبرينج او شريط بيبقى مسؤول عن الدركس ما بيلف في مين وشمال الشريط ده هو اللي بيوصل الكهرباء للكالكس مالكالكس بيفصل بيبقى معناها ان الشريط ده مش موصل للإيرباك حاجة فالإيرباك مش هتشتغل يعني لو كالكس بايز الإيرباك كمان مش هتشتغل احنا ما بنقولش لو بايز الستابرينج اللي هو جوه الدركسيون او الشريط اللي جوه الدركسيون ده بيبقى مسؤول عن ان هو يوصل الكهرباء للطارة واللطارة او الديركسيون ولو علاقة بالإيرباك فما الشديد ده بيبقى مقطوع غريباً بتبقى لمة الإيرباج منوارة في أغلب العربية يعني ما بيبقاش فيه مشكلة غير إنه الكلاكس بايز ساعتها بيبقى كلاكس بس لبايز بس لمة الإيرباج بتنور معنى لمة الإيرباج منوارة معناها إن الإيرباج مش شغالة لمة الإيرباج بتنور للنوع السكيريتي إن هي التشك وبعدين تطفي بعد سانيتين تفتحي كونتاك تروح منوارة قدامك يعني في الحالة دي لو قدر ألاحظ الحادثة هي الإيرباج مش هتفتح مش هتشتغل طول ملمة الإيرباج قدامك منوارة معناها إنها مش شغالة أول ملمة الإيرباج تفتحي كونتاك كما تقول لنا إيه الحاجات أو إيه الأحداث اللي بتحصل بنلاقي إيه اللي فيها اللمبة منوارة أعرف إنه هو واحد اثنين ثلاثة أربعة لو الكمبيوتر بتاعها في مشكلة لو في أي حاجة من الحسن نسمى يا وإحنا بخص العربية تخلي مثلا الكمبيوتر بتاعها من السنسرز فيها مشكلة أو الدائرة الكهربائية بتاعتها طول ما ضمبتها بتنور معها في الكونتاكت وبتطفي يبقى كده الدائرة بتاعتها سليمة لو نوارت وطفت وبعدين نوارت تاني يبقى هي كده بتقولك أنا عندي مشكلة يعني معنا هي منوارة قدامك يعني هي بايزة لكن هي لازم تنور الأول تعمل شاك على السيستم بتاعها وعنته لحطافية أنا كده تمام نوارت تاني يبقى أنت يمش دلوقتي لقدر اللحظ حد عمل حدثة وفتحت أكتر من إيرباك في العربية وطبعا زي ما أنت بتقول تكلفة تصلحها كبيرة فممكن الشخص مثلا هيصلح واحدة أو اتنين إيه أهم أماكن في العربية لازم تبقى الإيرباك شغالة فيها يعني لو اللي قدامه أكيد أكيد اللي قدامه واللي جنب اللي قدامه لو إحنا يعني لو أنت بتقولي مثلا عندي ستة بايزين هصلح عنه هقولك صلحين لتنين بس أنت عشان صلحين لتنين وهتسيب البقين في الآخر عندك خلال في الدورة يعني إيه هي دايرة كاملة فيها سنسرز وفيها كومبيوتر فيها وصلات وفيها عدل إيرباك مجرد أن واحدة تبقى بايزة ومشغالة هيبقى عندك مشكلة في البقين فالعربية مش هتستغل يعني يتشغالي السيستم كله يتلغي كله مش هينفع تصلحي واحدة وتسيبي الخمسة التنين بايزين